من ميدان الشحانية ضيف عزيز محمد بن راشد بن سلامة أهني براشد وأهني حمد وعلي على هذا الفوز توقيتها الزامن سبع دقائق خمسة واربعين ثانية جزءا واحدا من الثانية تهانينا لبراشد على هذا الفوز المركز الثالث هذه قمة لنواف بن بنتان الشمري القادم من حايل سبع دقائق خمسة واربعين ثانية خمسة أجزاء من الثانية تهانينا والناموس لكل الفائزين تحية تأتيكم مرة ثانية ها متابعين الكرام مشاهدين الأعزاء مازالنا في التواصل مستمرين نتابع هذه الانطلاقات نتابع هذه التحديات نتابع هذه الجولة التي تحمل في طيات الشوط الثالث عشر لفئات الجعدان المحليات الأصائل ونذهب إلى مقدمة الشوطين أعطيكم ماذا يدور من تقدم ومن إثارة ومن عزم نعلن عن الأسد المبارك بن محمد بن زيتون لمهيري من يعلن وجوده على أول المراكز المركز الثاني هملول زايد بن محمد بن سيف المزروعي يأتينا على ثاني المراكز النقلة التالية إلى المركز الثالث سديح الخادم بن عيسى بن سعيد المنصوري ثالثا أما المركز الرابع خديدات السالم بن ناصر المهيري في رابع المراكز يقدم لنا خديدات في هذه الجولة أما النقلة التالية إلى المركز الخامس وخامس المراكز حشيب سلطان بن سيف بن محمد السويدي سادسا والمركز السابع أرى أيضا اللي في المركز السابع شاهين جاسم بن بنوش بن محمد المزروع إذا انتقلنا إلى المركز الثامن فهنا الوصول في ثامن المراكز سراب خلفان بن علي بن خلفان الرفيسة في ثامن المراكز والمركز التاسع شاهين مطر بن حياب بن مطر الاجتبي والمركز العاشر عاشر المراكز المركز العاشر فهنا يتقدم غازي محمد بن سهيل بالاسود العامري هذه النتيجة مشاهدين الكرام متابعين الأعزاء للعشرة المراكز الأولى متابعين الكرام وفي أسامي أيضا ما وصلت إلى عالم الإذاعة نحن نعود يا علي الجمري إلى المركز الأول لنتابع الصدارة ونتابع الإثارة ونتابع الأسد المبارك بن محمد بن زيتون لمهيلي من يتقدم في أول المراكز ليعلن وجوده في هذا التحدي يعلن وجوده متقدما ومسرعا ومبدعا إلى سيارة وناموس وزعفران هذا الشوط أما المركز الثاني أرى المركز الثاني أيضا لمتابعة المركز الثاني أيضا لمتابعة ولأيضا تحدي واضح في هذه الجولة مع بن زيتون ولكن يقترب يقترب إلى المركز الأول اللي هو هملول على ثاني المراكز زايد بن محمد بن سيف المزروعي الذي يأتينا على المركز الثاني والمركز الثالث ثالث المراكز سراب خلفان بن علي الرفيسة يلا يأبو عبدالله سنيار ناسار وتوكل على الله نعم أبو عبد الله إلى المركز الثالث أما المركز الرابع المركز الرابع غازي محمد بن سهيل العامري على المركز الرابع في هذه الجولة وفي هذه التحديات المركز الخامس شاهين جاسم بن بنوش بن محمد المزروع يقدم لنا شاهين في هذه الجولة المركز السابع المركز السابع فهنا يأتينا سديح خادم بن عيسى بن سعيد المنصوري والمركز الثامن الله مصيح امصيح اسهيل بن مسلم بن قنزول العامري يقدم النامصيح اول اذا ولكن في طريقة في طريقة الى الى التحدي المركز التاسع يحمل معا شعار محمد بن خيلة بن عزيز الشريفي في تاسع المراكز اما المركز العاشر فيتقدم قازي عيسى بن سعيد المنصوري هذه النتيجة مشاهدين الكرام متابعين العزاء ولكن لنعود مع المقدمة لنتابع مقدمة الشوط لنتابع الاسد مبارك بن محمد بن زيتون لمهيري وعندها ملول زايد بن محمد بن سيف المزروعي في صراع المستمر في هذه الجولة ولكن الثالث يعلن خطورته يعلن خطورته قادم ايضا حلال المشاكل بيحل المشكلة فالمقدمة يتقدم بشعار السيد خلفان بن علي الرفيسة يلا ابو عبدالله يلا اهل الديد يطالبونك بالسلام وانت قد المسؤولية وصلنا الى دائرة الصراع على الناموس وعلى القمة اما المركز الرابع في الوصول منهم صيح سهيل بن مسلم بن قنزول العامري في رابع المراكز المركز الخامس يأتينا غازي عيسى بن علي بن سعيد المنصوري والمركز السادس وهنا غازي ايضا محمد بن سهيل بن اسود العامري هذه المراكز الاولى الف وميتين متر الف وكيلو ميتين نعم على ما قالوا المعلقين كيلو ميتين نحن نتقدم ايضا نتقدم مع هذه الجولة ولكن الرفيسة يتقدم مع الامتار الاخيرة يتقدم ابو عبدالله الروح روح 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 راح الناموس معه راح الناموس مع الرفيسة الناموسي لأبو عبدالله في المقدمة يقدم لنا سراب خلفال بالعلي رفيسة أما المركز الثاني مصيح السهيل بن مسلم بن قنزول العامري المركز الثاني تهملول زايد بن محمد بن سيف المزروعي ولكن الرفيسة الرفيسة ما زال يروح نقول لك روح كمل الفرحة كمل الفرحة يا ابو عبدالله يسابق الريح يسابق الموكم يسابق سيارات التصوير يسابق كل من يتحدى ولكن المقدة الثاني هملول زايد من محمد من سيف المزروعي الذي يأتينا على المركز الثاني يلا نقول يا ابو عبد الله يلا يا راعي سراب كمل المشوار لأنه في الأمتار الأخيرة هذه الأمتار الخطيرة هذه الأمتار المجنونة في هذه المنطقة تكرم الهجنة وتهان ولكن سراب مكرم بمادة الزعفران بالناموس حليفة الناموس حليفة ولكن هملول هملول المزروعي زايد من محمد من سيف المزروعي وصلنا 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 وصل إلى سراب في الأمتار الأخيرة يطوف المزروعي يعدي يطوف يتجاوز في هذه الأمتار ولكن ابو عبد الله ما زال يصالع رفيسة المزروعي المزروعي مع هملول زايد من محمد من سيف المزروعي يتقدم فاللحظات الأخيرة يعود مرة ثانية عروسة يعود مرة ثانية ولكن هملول هملول الوثبة المزروعي المزروعي صاحب الناموت المزروعي المركز الثاني خلفان عروسة والمركز الثالث المركز الثالث كان من نصيب مريف سعيد بن سالم بن قناص بن علي العامري المركز الرابع فهنا غازي محمد بن سيد العامري والمركز الخامس الوصول من انفجر عبيد بن سلطان بالمرخان هذه النتيجة مشاهدين الكرام متابعين اللعزاء هكذا استمتعنا في هذا الشوت وبهذا العرض وبهذا التألق في اللحظات الأخيرة هملوا الاستطاع أن يحسم المعركة لصالحة ويهدي النموس زايد بن محمد بن سيد المزروعي سبع دقائق خمسة وارفعين ثانية واحد وخمسين جزء من الثانية تهانينا والنموس على هذا الانتصار الذي تحقق في هذه الجولة ونتابع أيضا المركز الثاني أو المركز الأول هذه لحظة وصوله إلى خط النهاية معلن الفوز والنموس بسبع دقائق خمسة وارفعين ثانية جزء واحد من الثانية تهانينا والف مبروك الذي وصلنا في المركز الثاني كان من نصيب سراب الخلفان بن علي الرفيسة بتوقيت زمني مقدارة سبع دقائق خمسة وارفعين ثانية وخمسة جزء من الثانية تهانينا والنموس المركز الثالث مريف سعيد بن سالم من قناص العامري سبع دقائق خمسة وارفعين ثانية وستة اجزام الثانية تهانينا والناموس للجميع بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما